نظم القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين ندوة تحت عنوان جرائم النظام السياسي في العراق مستشفى ابن الخطيب إنموذجا لقد شهد العالم في الرابع والعشرين من هذا الشهر جريمة متكاملة الأركان في العراق ألمت بالراقدين في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ممن هرب من الموت اختناقا بالفيروس ليتفاجأوا وهم عاجزون عن الحركة بالنيران تلتهمهم والدخان يخنقهم وهم على أسرة الشفاء فبدل أن يتعالجوا في المشافي الحكومية خرجت جثثهم محترقة متفحمة وتضمنت الندوة محورين الأول بعنوان بيان وقاع الجريمة وموقف الميثاق الوطني العراقي منها والورقة لعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبدالقادر النايل وإننا في الميثاق الوطني العراقي نعد هذه الكارثة بأنها جريمة حكومية بحق المرضى الذين اضطررتهم شدة المرض نتيجة لإصابتهم بوباء كورونا إلى اللجوء إلى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة الحكومية والبيئة والمؤسسات الحكومية الأخرى على أرواحهم وأجسادهم فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل أن يتشافوا من مرضهم أما المحور الثاني للندوى فحمل عنوان تداعيات الجريمة على النظام السياسي القائم في العراق والورقة للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين كلمة تداعيات هنا إذا قلنا بأنها ستؤثر شيئا ما على النظام السياسي سنكون في مظهر المتفائل وليس هذا هو المقصود وإنما المقصود تداعيات الجريمة على الشعب العراقي بشكل عام وعلى زيادة الأدلة والوقائع المحسوسة على مدى إجرام هذا النظام السياسي وإلا هذا النظام السياسي لو حدثت في بلد آخر كارثة أو جريمة كهذه الجريمة لا تخلخل النظام السياسي على الأقل لا قدمت استقالات وجرت مساءلات وحدثت ثورات وتبقى القصة يعني تدور على مدى سنوات لأنها حدث ليس هين مئة شخص بين قتيل وجريح في حريق بسيط في مستشفى الأصل فيها أنها تعتمد على الأكسجين لأنها تعالج المصابين بجائحة كوفيد-19 هذا أمر أول أمر الثاني هذا الأمر يقتضي من الحكومة والنظام الصحي إن كان موجودا في العراق أن يتخذ إجراءات الكفيلة بالاستعداد لوقائع أقل من هذا خطأ انقطاع الأكسجين مثلا فقط ورأيتم في بلاد أخرى انقطاع الأكسجين ووفاة عدد من الأشخاص أحدث مشاكل كبيرة وضجة كبيرة لقد شهد العراق فاجعة أليمة وجريمة متكاملة الأركان وشاهدا على أن ساسة العراق لا يملكون من الإنسانية شيئا فهي أزمة وطن ولها أبعاد سياسية وأصبحت ثقافة متداولة بين الحكومات المتعاقبة والتي لا تقيم وزنا لحياة الناس ولإدانة نفسها واعترافها بالتقصير والإهمال والفشل